ألوان الأكرليك تعتمد على السرعة بالتلوين كرمال قبل أن تنشف الألوان ندمج درجات البشرة ونعمل درجتين أو ثلاث درجات ونبدأ نلون هذا البورتري بألوان الأكرليك لوننا الطبقة الأولى بدرجة البشر الفاتح ونبدأ غمي أماكن التجويف بالوجه نحن حكينا على هذا الموضوع قبل فيديوهات سابقة نحن نرسم درجة البشرة حنطية ونبدأ نضيف لون يطلق على حمار خفيف للخدوط من الجانب اليمين للخد والجانب اليساري للخد اليساري بحاول إدمج بسرعة خليني نكون سريعين شوي ببدأ أعطي درجة بشري فاتح كثير لأماكن البروز مثل جوانب بالعيون بأماكن الإضاءة هون البورتري دير وشل الجهة اليسار لهيك نحن منضيف الإضاءة ببعض الأماكن اليسارية وبطيط ضيف من الجهة اليمين للذأن درجة بني فاتح وإدمجهم طبعا نحن بعد ما نضيف درجة البني بنرجع من عيد فوق بدرجة بشري مشان تصير طبقاتي نعمة والبورتري الطبقة العلوية نعمة هلأ عم بدمج بني وأحمر لحتى يصير عندي بني محمر وبدأ أضيف درجات خفيفة من اللون اللي دمجنا لأعلى الجفن العلوي ولأسفل الأنف وبدأ أضيف التفاصيل الصغيرة للوجه لحتى يبرزه وعم أبدأ أشتغل بالعيون رح لون البقبو كله أسوأ وبعد ما لونه كله بضيف الإضاءة بالأبيض بظلل طبعا بياض العين بدرجة أزرق فاتح لونت الحواجب كونه نحن عم نرسم بالأكارلك والأكارلك بينشاف بسرعة إذا لقيته صعوبة برسم الرموش والحواجب بالريشة أو ما ساعدتكم الريشة فيكن تستعينوا بألم التحبير هنا الظل أو الكحلة لونتها بأسود ونقطة ماء ودمجتها بريشة نظيفة نضيف الظل الجهة اليسارية من الوجه الظل اللي فوق العين وتحت العين وجانب الفم طبعا هون عم بعطي الإضاءة للعيون وبديت أرسم الرموش بألم التحبير لأنه ألواني ناشف فبقدر أرسم الرموش والحواجب بألم تحبير رح أدمج درجة للون الشفايف أحمر وشوية أبيض لونت الأبيض رح أبدأ أضيف إضاءتي من المكان اللي حكينا عليه بس بعد ما أعطي درجات الغامقة مثل خط النصفي للفم وجوانب الشفاق اليمينية شوي وببدأ أدمج اللون وبعدين بضيف الإضاءة بدرجة الأحمر الفاتح كيف بفتح الأحمر بشوية أبيض رح أكمل البورتري إن شاء الله من الأسبوع القادم تابعوا معي ولا تنسوا تحطوا لشير متابعة ولايك وهيك شغلات يعني باي اشتركوا في القناة